كان هناك بعض الفقرات التي رفعت من قبل الحكومة إلى البرلمان وصلت عند اجتماعات مع سيد رئيس دجنة المالية مع أعضاء من البرلمان بخصوص هذا الموضوع عدلت بعض الفقرات ممكن أنه نسبة التنمية رفعت من تريليونيا إلى أربعة المذكور بنسبة عدد السكان بالنسبة للعراق بحدود 7% هذا استعقاقات البصرة البترو دولار كان من 500 إلى تريليون أيضا نسبة البصرة كان عندنا اعتراض عليها بحيث 72% ما مذكور في بيانات السومو لتصدير النفط يقول أن البصرة تصدر 85% يجب رفعها النقطة الإيجابية في موازنة 21 لو قرت نقاط كثيرة بصالح البصرة مثلا الطريق الرابط بين الموانئ والمطار طلعت علي أنه ذكر في موازنة البصرة القضية أنبوب الماء الواصل من البدعة وتحويلها من قناة مفتوحة إلى قناة مغلقة لإيصال الماء إلى محافظة البصرة هذا مهم جدا النقطة الثالثة ومحطة تحلية مياه البحر أيضا ذكرت في هذه الموازنة هذه نقاط إيجابية حتى نكون منصفين النقطة الأخرى أيضا هو صندوق البترو دولار هذا لو تحقق صندوق البترو دولار البصرة ستقدر تأخذ استحقاقاتها يعني عندما تعطى موازنة البصرة الآن سنقول تريليون وممكن البصرة تأخذ منها 70 أو 80% ما تبقى ممكن أن يذهب إلى الصندوق لأجل تعمير المناطق الأكثر إنتاجا بالنفط بالتأكيد البصرة هي الأكثر إنتاجا للنفط على مستوى العراق لو مررت هذه الفقرة ستكون إيجابية لصالح محافظة البصرة ترجمة نانسي قنقر